موسيقى القدس تيفي عيش الخبر أينما كنت بحث ميداني عن الأطفال العاملين لم يقم به الباحثون والمختصون فقط بل الأطفال أنفسهم ضمن مشروع نفذه منتدى شارك الشبابي من أجل النهوض بواقع العاملين من الأطفال لاحظنا أن الأطفال يمكن أن يكونوا همي أكثر كرباً للأطفال زملائهم في سوق العمل وخصوصاً إذا كانوا همي أصلاً من الفئة العاملين فستعنا من خلال هذه الطريقة أن ندربهم على المهارات المقابلة وتم تنفيذ العديد من المقابلات التي قاموا بها همي في سوق العمل وكانت نتائجها جداً مرضية بالنسبة لنا وقدروا الأطفال يحصلوا على أحاديث مريح من الأطفال رغم أنه في صعوبات كثيرة واجهت حتى العاملين الشباب في هذا المجال مجموعة أطفال من محافظات مختلفة تدربوا على استخدام آلات التسجيل الصوتي والكاميرات وإجراء المقابلات قبل أن ينتشروا في أكثر الأماكن ازدحاماً بالأطفال العاملين أنا عملت مقابلات كثير من عمري كانوا أسألهم شو السبب الرئيسي يقولون أنه أبوي مثلاً شهيد أبوي ما بيشتغل أنا لازم أصرف على البيت فكاني أثر فيه كثير الموضوع لأنه أنا بأحلم بمستقبلي هم من حقهم يكون عندهم مستقبل فأثر كثير كثير فيه الموضوع عمري 17 سنة وأكبر واحد وأبو فشل كيلو ومتقاعد وأمو رب تمنزل يعني مش معاه شهده وإش تصرف وبتشتغل في خيطة بتطقتك هيت شوي شوي هسا هو كعب بشتغل في الصوق والذوب يعني يطلع في اليوم إذا بتكدح معاه يعني اشتيار بطلع خمسين قصص لن ينسوها هؤلاء الباحثين الصغر ومصاعب كان منها أطفال وافقوا على الحديث لأطرابهم فطردهم أرباب العمل مشروع من شأنه أن يفتح ملفات المؤسسات وقراراتها على نتائج دراسة خالفت التوقعات تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر